إذا ما كان الحل السياسي معطل والحل العسكري ممنوع فالحل في العدالة تتنوع وسائل المطالبة بالمعتقلين وتتنوع اللغات التي يطالب بها السوريون بمن فقدوهم في سجون الأسد أملا في إيصال الصوت لأكبر عدد من الجهات والحكومات المهتمة بالشأن السوري هذا ما قامت به الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين وتجمع ناجيات في الشمال السوري نساء سوريا الناجيات يقلنا للعالم بأن نظام الأسد مستمر بتنفيذ حملات اعتقال جديدة بتنفيذ حملات اعدام وتصفية جديدة نساء سوريا الناجيات بعتنا برسائل من خلال هذه الجلسة إلى الأطراف الدولية يطالبنا فيها بدخول السجون بالضغط على نظام الأسد يتمكين بعثات المراقبة الدولية لدخول السجون من أجل الإفراج عمن لازلنا تحت الاعتقال عمن لازلوا تحت الاعتقال على عريضة من قماش وقعنا مطالبهن فتح السجون وتبيان مصير المعتقلين والمعتقلات أمام الهيئات الدولية والتحقيق في الممارسات التي وقعت وما زالت تقع بحقهم من قبل السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد وقعنا على عريضة لافتا نطالب فيها بالإفراج عن المعتقلين وعن المغيبين قصريا واجتمعنا مع الأستاذ ياسر فرحات رئيس هيئة المعتقلين السوريين نطالب بالإفراج عن المعتقلين أتمنى الإفراج عن المعتقلين وأطالب المجتمع الدولي بفتح السجون وكشف مصير هؤلاء المعتقلين تجمع ناجيات هو تجمع يحتضن اللواتي أسعفهن الحظ بالخروج من معتقلات الأسد وسجونه لكنهن لم ينسين الباقيات والباقين هناك الأمر الذي يدفع المنتميات إليه للعمل في كل مناسبة على التذكير بملف الاعتقال التعصفي والتغييب القصري لمئات الآلاف من السوريين